بحسب معلوماتك ما هو موقف حكومة بغداد الحالي إزاء تلك العمليات التي وصلت إلى نصب نقاط تفتيش داخل دهوك؟ هذه مصيبة أكبر يعني لأنه جماعة يحسون بأنه هذا أراضي هو مو تابعة كأنه هكذا يتصوروا إنها تابعة لإقليم كرنستان شكيات يتوغلوا خليه يتوغلوا فكان في بداية الزمن البائد عند انتهاء حرب الإيرانية العراقية 88 باتفاق الترفيين هناك اتفاقية حدودية بين عراق وتركيا سنة 88 خمسة كيلو مترات من حق تركيا وعراق أن يخفوتوا على أراضي بعضهم البعض عندما يكون هناك تحرك من جماعات عسكرية وبتنسيق من الضباط المعنيين من قبل الترفين يتم المهمة ويرجعوا إلى أماكنهم مش يحتلوهم بهذه التوغل مثلا لما نشهده يعني إذا هناك تحرك تروح تفود على الدولة الثانية وتحل المشكلة وترجع لبلدك هذا كان اتفاقية كلما ضعفت العراق اللي هو فعلا ضعفت يوميا بعد حرب الإيران للعراق كلما ضعفت كلما توغلت الدولة التركية أكثر فأكثر وأيضا في زمن سيد المالكي عند تجريد الولاية على مستوى الوزراء الداخلية التركية والعراق اتفقوا حتى يتوغل جيش تركي 30 كيلومتر رسمي يتوغل وين؟ يتوغل في أراضي إقليم كردستان لذلك البيان الصادر من الخارجية الأمريكية يقول يجب أن يكون حكومة إقليم بما أننا صاحب الأرض يجب أن نكون على دراية طبعا نحن ضد هذا التوغل والاحتلال ولكن يجب أن نرى فعل وردة فعل الفعل الموجود الذي أعطى ذريعة للتركية حتى يتوغل بهذه الصورة والمفرد فيها المبالغ فيها هي وجود الحزب العمالي اللاكنوساني فالآن شهدنا زيارة سيد أردوغان إلى بغداد في الأشهر الماضية القريبة هناك 26 مذكرة تفاهم مع العراق وقعها سيد أردوغان واحد من هذه المذكرة أمنية تخص تواجد حزب العمالي اللاكنوساني وبوقتها حضرت متابعة جيدة لأمور السياسية العراقية تتذكرين بأنه صدروا بيان بأن حزب العمال من قبل العراق أعتبر هذا الحزب غير مرغوب وغير مجاز وغير خارج عن القانون ولكن لم تصل توصيفه إلى الإرهاب هم مندرجين حزب العمالي اللاكنوساني تحت قائمة السوداء من قبل دول الأوروبية قاطبة 26 دولة وعلى أمريكا أيضا يعتبرها حركة إرهابية ويابان وفنزويلا جميع هذه الدول اعتبروهم حركة غير مرغوبية وإرهابية وحاطينهم في قائمة السوداء لماذا؟ لأنه يعملون على رفض الآخر من البيان الأول الذي صدر في 76 قاموا على تكفير جميع الأحزاب السياسية الكردستانية في الساحة الديمقراطة الكردستانية الاتحاد الوطني حزب السوشياليست الموجود آنذاك حزب الشيوعي جميعهم قاموا بشيطانتهم ورفضهم وهما في خانة الإمبريالية وهم بنوا أفكارهم على أفكار مهجورة أصحاب الأفكار هما تركوها دمجوا بين أفكار الماركسية اللينينية ستاليليزية وإلى أقصى درجات الستاليزم على أساس الشوفيزم أنشأوا هذه الحركة الذي لا أحد يعرف شنو أهدافها تريد كردستان مثلا يتحرر رح قاوموا رح سورتك بكردستان تركيا خمسة وأربعين سنة هما يناضلوا ما عندهم خمسة وأربعين متر قاع في تركيا أكوهي شي سولا بالكون وبعدين جاي أنت على أعراضي كردية متحررة شلول شلو تتحرر